اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وننصحكم باستشارة طبيب متخصص في هذا المجال واختيار نوع الفحصات المهمة في هذا المجال وكل فحص يجب يعني مثلا اخذ تام او فحص الانسجة العلوية فحص الرحم وايضا فحص تحت الاشعة فحص المهبل ونوع البكتيريا والفضريات المتواجدة في فتحة المهبل وفتحة بشكل عام اسفل البطن وننصحكم يعني باستشارة طبيب النساء والتوليد في ما يناسب الفحصات بعد الحمل مباشرة ومعرفة تفاصيل هذا تختلف من مرأة الى مرأة اخرى الى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالد بن سعيد الحليب وان شاء الله نشوفكم اكترس قادم